جاء في الأثر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت هو يمشي الآن فيطوف مع عمر يقول فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر عرفتم؟ مما يلي الباب مما يلي الحجر يعني بعد أن تجاوز الحجر الأسود وتجاوز الباب يأتي الركن بعده الحجر لما وصلنا إلى ذلك الركن أخذت بيد عمر ليستلم أخذت بيد عمر ليستلم فقال عمر له انظروا الكلام الجميل أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فهل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه؟ قلت لا قال فانفذ فانفذ عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة انظر الكلام ما أجمله هذا مننا عمر مع صحابي يعلى بن أمية نبهه أراد أن يستلم وهو صحابي جليل طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء الطواف لكنه ما تنبه لهذه المسألة أراد أن يأخذ عمر ليستلم هذا الركن فسأله قال أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ها رأيت استلم هذا الركن قال لا قال إذا نمشي لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا